السلام عليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله وانتمنى تكون بكلكم بخير وعلى خير يا ربي وصحة مزيانة وكيفما كيبانكم في الفيديو غدي نحطر معاكم واحدة الرفيسة اللي مصابة باحا الطريقة لي زوينا طريقة كيفاش توصل بنا للعدم كيفما كنقولو هذه الرفيسة صوبتها الواحدة الرفيسة كانت تتل عندي هذا مسكينة حتى يا والدة قلت ندير لها الرفيسة وفرحات بها بثاف ونشارك معاكم المقادر كاملة والمراحيل كاملة كيفاش يجيكم انتجاج ببنين وتحصلوا على احد الرفيسة اللي هي بنينة بزاف وتحمر لكم الوجه دياركم على بركة الله نبدو في هذا الوصفة بسم الله اول حاجة كان نجيب انتجاج قبل ليلة قبل كان نصله مزيان نقيم ذاك الجليدات اللي كيكونوا فيه كان نصله بالملحة ونعود راكضها في الحامض بالنسبة لهذا الدجاج راكض بلدي قد ندخل للتلاجة حتى كيتس في ترمزان وشوفوا ذاك الماء اللي تلق منه يعني كيوليناه شوف باش يشرب لنا ذاك السوس اللي غادي نديرو فيه اول حاجة غادي ناخذ واحد خمسة دير فصوص ديال التومة اللي يكونوا كبار غادي نحاول انينين معكهم بالنسبة لهذا الدجاج البلدي اه اخاك هنجيبوه كيكون مريش وكل شي كتبقوا في ذاك الشعيرات كتاخدو غين متاف انا حيت له ذاك الشعيرات اللي بقت لا ثقافي غين متاف كان قادي الغارات حيث كتكون ذاك الرشالة ثقاف على الجلدة يعني مشي بحل الدجاج العادي اهنا عندي عطريات ديال الجاج نضفت واحد وش مع القبار من العطريات ديال الجاج عادي نزيد عليهم سكين جبير واحد معلقة كبيرة نزيد عليهم الملحة واحد معلقة كبيرة حتى هي نزيدوا كذلك القزبر اللي كيكون يابس ومطحون نضيف حتى هي معلقة كبيرة هنا عندي الخرقم البلدي غادي نضيف حتى هو واحد معلقة كبيرة مع معلقة صغيرة وهنا عندي البزار غادي نضيف حتى هو منه معلقة كبيرة وهنا عندي الحلبة غادي ننخذ واحد الحباز ديالحلبة غادي نضيفهم في هات الشرمولة باش كيبن لنا ذاك الدجاج حتى هو كيعطيه واحد الماضاق هنقدروا واحد معلقة كبيرة حتى السمن واضج لا يوجد سمن اللي هو حيل يعني هذا سمن اللي هو خفيف لا يوجد سمن الحار هنا عندي الزافران شعرة ندرجت له وحد نسكس دي المال يكون دافي باش يطلق وعندي هاد الضويمات ديلت الزافران حتى هي غدين ندير وحتى غنفتتها وحتى غنفت بها حتى نديرها في المارك كان ديفو ذاك الضويمة غير باش اعطينا هاد اللون فجاج خوز ذاك الزافران على هاد التوابيل وغادي نحاول نخلطهم هكذا بيت دي ونزيد الماء بشوية بشوية حتى نحصل على وحد الخلطة اللي غادي تهلينا هاد الجاج كان من الأفضل يكون الماء شوية دافي باش كتدوب لنا ذاك السمن ما كيبقاش هكذا جامد كيدوب لنا مع ذاك الماء صافي هاد هي الخلطة باش غادي نرقد هاد الجاجات وغادي ناخد غادي ناخد بجاج وغادي نبدأ كندهن فيهم زيان كندخل ذاك العطريه مزيان فهد الجاج كندخل ما بين الجلده واللحم كيف نعمو أموت حليكم في فيديو كنتم ديرها من داخل ونحاول انني كندهنها مزيان اعرفت واحد تتبيلة اللي درنا لها الجاش ما تصوروش حال كي يجيبنين حتى من العظم كي يشرب ديك لاصوس وكي يجيبنين بهاد التتبيلة اللي درنا له هذا ما كيعنيش أنا ضروري نديروه الدجاج للبلدي نقدروا نديروه حتى بالدجاج العادي حتى هي هكا تشيزوينة مع هاد تتبيلة وهنا بنفس الطريقة غادي ندهنهم كابنين بهاد لاصوس كيف ما كتشوفو راني كندير ما بين الجلداء والعتم باش يدخل ديك لاصوس مزيان والدجاج كي يشربها وهنا كملت الدجاجات كاملية بس طريقة غادي ناخد واحد كي يغضون ونتق السدر ديالوم مزيان بهاد الطريقة باش كي يشربنا ديك العطرية مزيان وكي يجينا دجاج بنين يعني تكوه مزيان وهكا هنا غادي ندوزول هادك رجيلة ديالوم انا اختيت هاد اللي كنسموه الشريت اللي كي يكون في النانا وكي يكون هكذا في الرباع اللي كنجيبوه بقصبر ماد نوس كي يكون في هاد شريت كنناخدوه ونقصلوه ووه باش كنجمعوه ديك الرجيلات وكنشتوهم صراحة هاد دجاج البلدي اللي كي يكون هكذا بلدي قاع ما كي يحتاج اننا نشدوه كع هاد رجيلة لاب الشريت لاب الخيط كي بقا قابط فراسو يعني ما كيتحلش لنا بحل دجاج العادي انا ادرتهم هكذا غير كاحتيات فقط غادي نغطي عليهم وغادي نخليهم في التلاجة هنا غادي نخليهم انا ليلة كاملة يعني احتل الغد عاداش غادي نطيب هاد دجاجات باش يشربوا لنا ديك العطرية مزيان وغادي يجوين لبنان من بعد ما نقاولينا ليلة كاملة غادي ننزوه دعب باش نطيبوهم نفوح تنجرة غادي تقدر تهزلينا هاد ثلاثة دجاجات ووضعت واحد بصلا كبيرة حمراء قطعتها هكذا مربعات غادي نضيف واحد نس كاس ديال زيت زيتون وغادي نضيف نس كاس ديال زيت العادية غادي ندمي قطعت زيتهم ونضيف العالي بالطوم مع القصغيرة دية البصار مع القصغيرة دية السكن جبيل مع القصغيرة دية الخركم البلدي أو للكركم غادي نضيف ديال زيت mark الضيفة مع القصغيرة دية توبل flower ومع القصغيرة دية من الملحة وغادي نضيف كتلك مع القصغيرة سمن كيف ما قلتكم قبل هاد سمن ما مجهدش جاي بسيف يعني وخد شوفوا ندرت كمية كبيرة رهما حارش غير وكي يعطي ذا كلب النوع انما ما حارش وكذلك معنقة صغرات يلقص بر حبوب احت اوارين يضفته شوفوا هنا التوابي اللي يضفت في الجاجره هي اللي يضفت في التنجرة عادي المتاعك نحط ديك الجاجات يتقلوا اللي يناف هاد العطرية اضفت حطيتهم على الدهر ديالهم هما اللول كي يتقلوا مزيان بقاك داك نحرك فيهم ونعود نقلبهم على الجهتين حتى هما هنا ديك العطرية اللي تبقت لي في التبصيل لغادي لها شوية الماء وننفرغها على ديك على التنجرة كما كتشوفوا من بعد ما شحرتهم على الجهتين ومنطار ديالهم غادي نديرهم على صدر ديالهم ونخليهم على هذك على هذك التاريخ انا اضفت واحد ربيطة ديال القزبر والمعدنوس اضفت هنا يا عشو جريوسة ديال التوما هنا التوما غادي شوية ونبعد نحيد واحد اشلا خلينا هذ المدة ديال الطهي الجاج غادي تتفتت ارويت او لكبيت الماء اللي غادي كفاني اه لهذه الدجاجات في الطيب ونستعليهم على التنجرة ونخليهم كاتب وهنا العجينات المسمى اللي غادي نقدمه به هذا الرفيسة ندير نصفينه ونصف فورس كنعجنوها ديال عجينات المسمى مع شوية المليحة صافي وكنورق ديال الكورة اللولى كنورقها هكذا على هالطريقة وكنمتعها فوق ديال المقيلة ينفوها كالطيب كنقلبها على الجهة الاخرى وكنتقى كنحط واحدة على فوق واحدة كالطيب وكنقلب كالطيب وكنقلب نتوصل على احد الكيمية كما تشوفها هاتشكل حتى نكمل الكانتيتي كاملة اللي عندي يجينا بحالكة كيجي مورق حيت بارق لي وصوبتها لكم في فيديو تقدروا تترجوه وشوفوا كيفاش صوبتها هنا من بعد ما قطعتها كدية لها تشكل كنقطعها وكنحلها هالكا كالجيزوي هنا بهذه الطريقة ونحسى في تباعة جانبا نجوزو نشوفوا الجهة جالنا في نوصل هنا ديال شغطة احققه في طيب يعني طابلنا بزيان غادي ناخدوا حكي يردون ونباك نتكفيها هكذا من جناب من جهة الفاد من جهة ستر باش كي يخرج الدك الماء اللي كيكون فيه وانتستنع عليه واحد عشرين دقيقة صافي وغادي نعود نحيدو من التنجرة هذه هي الماراق اللي تبقيت هانا هذيك الجاجات حتى تنفح دلاتة ثم ندهنهم بطريقة للزبدة ونخلي حتى نقدم الرفيسة عدش ندخلهم للفران باش يطيبو باش يتحمرو لنا شوفو عندي واحدة ربعات البستلات اللي شنفتهم هكذا هانا عندي ليدس راح بنققي ومقصول الآن ناخد من هذك الماراق هانا اخد منه مغير فاق ندير رفع ليدس من غيرها نضيفها 3 البصلات اللي هماية كبارات عشان نفتهم هذي غادي نعسلها والمارق المتبقي كنضيف له ذك كيلو دي البصلة تقريبا ليدرتس البصلة بيطة كان زيت واحد شوية دي الماء اللي غادي كفاني باش نسقي ديك الرفيسة نصدع لها نخليها هكذا طيب وهذاك العديسة اللي اضفت لها المارق دي الرفيسة غادي نضيف لها الماء وكنتف هنا شوية دي زيت الزيتون وكنتف واحد نصف مكعب دي المارق الدجاج مكعب الدجاج غادي نحرك كل شو نخليها يطيب على خاطره وهنا ديك البصلة اللي غادي نعسله تفتليها حتى يدك المارق كما شفتو تفتليها شوية دي الزيت النباتية وطفتح العوية دي القرفة ما غا نزيد لها الماء اللوالو غا نسطع لها الكوكوط ونخليها هنا كيف ما كتشوفو راها نشفات من داك الماء تفتليها واحد مالقة دي السكر السانيذة ونخليها حتى كتنشف تماما كتولي هكذا مأسلاك كيف ما كتشوفو يعني ناشفة من داك الماء وكيجي تلوين ديالها بزوين هكذا منيك نضيفو غير عويد القرفة حسن ما نضيفو القرفة اللي كتكون مطحونة ما كيجي شي اللون ديالها مزيان وما كتفقاش تبالينا سوى اشت حمرات مزيان او للا بالنسبة للحلبة انا اخديت واحد كمية دي الحلبة اللي غسلتها وصلقتها مزيان وضفت لها واحد في المعرق ديال الرفيسة وخليتها حكا طيب حطيتها أبار باش اللي بغى الحلبة كي ياخدها من بعد ما كتكون طابت لها الاسوس ديال الرفيسة وطابت لها الحلبة وطابت لها النجاج وكلشي هاتيندوزوا باش نسقيوا او باش نقطموا الرفيسة في واحد القصرية وضعتوا حد كمية ديال المعرق عادش غنضيف شوية من المسمن كنوزعوا الى القصرية كاملة ومن بعد عود ثاني غنعود نسقي ذك المسمن احته هو هاكده باش كي يجينا من الفوق ومن التاحت كلها مشرباني نبدي كلاسوس صافي ونعود نحط الطبقة الاخيرة هي باش نقاد بهذه القصرية هاكده نقادل ذك المسمن هاكده في الجناب كامل نوزعه الى القصرية ونوضع ذك نروي اولا نسقي ذك المسمن نسقيه نزيان بها الطريقة من بعد غادي ناخده ذك العديسة اللي كانت طابت لنا العديسة كيف ما كنتشوفوا وراني ما خليتوش طاب بزيف احتى كي يتعجن كنتخلي ذك الحبه هاكده مبينة يعني متعطوش طاب بزيف كنحطوه هو الاول بهذه الطريقة يعني كنفرشو كيف ما كتشوفو معايا وحتى وارك يزيد يسقي ذك الرفيسة وهنا ذك الدجاجات اللي كان دخلت الفران حتى بغايت نقدم يعني ما تدخلوش الدجاج من الاول خليوا حتى تبغوا تقدموا الرفيسة يعني حتى يطيب لكم كل شي عاداش دخلوه الفران حتى يبقى هاكده سخون وفي نفس الوقت ما كيكرمش ليكم يجيكم شي ناشف هنحط ذك ثلاثة دجاجات بهذه الطريقة نحطهم في الواسط وشوفو كيفاش اخدها حقه في الحمار في الفران يعني ما جاهدنا شعلي خلينا غير شوية هنا ذك البصيلة اللي كنا عسلنا غني نحطها حتى هي نوزعها هكده على القصرية قد يجي سيم عسل ومعلكة قد يجي بنينة حتى هي هاكده 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 هيبراع الوز بصر وكذا غير صرحة ثمن زوجها وكيفما كتشوفو المنظر ديالها جاكيش والماذاق بدلا من نشكورها عليكم والله إلا لك كتبع الماذاق ديالها هي البنين بسطف غير تبع المراحيل كيف ما وريتكم التوابيل كيف ما وريتكم حتى هنا و ستحصلوا على الرفيسة التي تحمر لكم واجهكم إن شاء الله إذا كان واجهي نعدكم عكسة الضيو وهكذا كان الشكل النهائي من هذه الرفيسة التي بسطح جاءت بنينا بثاف كيف ما قلت لكم البنة وصلحة الأدم كل شي جاء واخد حقه في الضياب لمن البصيلة لمن العديثة لمن دك المسلمن حتى هو مورق الجاج حتى هو وهكذا قدمنا على الطبق نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم وتبرتجوه مع الأصدقاء ديالكم وإلا حبيتو ولا تكرمتو علينا بلايك وكومنتر مشجع أكون جد شاكرة لكم خلت لكم الرحاق ونطلقكم إن شاء الله في وصفة جديدة مع فيديو جديد نتلامة